بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان اللهر الجاري لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر الحمد لله رب العالمين وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته أيها الأخوة في الله نظرا لأهمية الصلاة ولمكانتها في الإسلام حيث أنها أعظم وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين بل هي عمود الدين عمود الدين جاءت في حديثين صحيحين الحديث الأول في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس يعني على خمسة أعمدة أركان منها وإقام الصلاة وجاءت بنص عمود في حديث صحيح عن معاذ بن جبر رضي الله عنه رواه أهل السنن قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخل للجنة ويباعدني عن النار أخبره ثم قال ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه يعني أعلى منزل فيه الجهاد في سبيل الله وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد هل يبقى جسد إذا قطع الرأس إيش رأيكم هل تبقى حياة بعد قطع الرأس لا لكن لو قطعت اله يبقى حياة لو قطعت الرجل يبقى حياة لو قطع كل شيء فيه إلا رأس إذا قطع من هنا خالص ما عد في كلام ولهذا يسمون الآن فيه في الطب الحديث زرع الأعضاء إذا قطعت أصبعك ردوها وإذا قطعت يدك ردوها وإذا خربت كليتك زرعوا لك كلية ثانية وإذا خرب القلب يشون لك قلب ثانية هذه ممكنة لكن إذا قطع رأسك يزرعون لك رأس ما عد ما أكشب ولذا الصلاة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فإذا تركت الصلاة تركت الدين وكفر وليس شيء في الإسلام تركه كفر إلا الصلاة وقد صدر الحكم وبيّن العلماء الحكم الشرعي بتارك الصلاة أنه كافر كافر بالإجماع إذا تركها جحودا وكافر في أصح قولي العلماء إذا تركها تهاونا لأن التفريق بين الترك الجحودي والترك التهاوني لا مجال له إذا الكلام ترك من ترك والحديث في مسلم صحيح بين الرجل وبين الصلاة ترك الصلاة ما قال تركها جحودا بين الرجل وبين الكفر أذابكم الله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة والحديث الصحيح في مسلم والحديث الثاني في سنن أبي داوود وفي مسننة الإمام أحمد وعن ثوبان وهو صحيح عن ثوبان قال عن بريدة رضي الله عنه وهو أبو الحصيف صحابي جليل هو مئة وخمسين حديث وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكارة صلى الله عليه وسلم إذا غزى يستخلفه على المدينة هذا قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وكفره يأتي من الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين ومن النظر الشرعي الصحيح فأما من القرآن فقوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فالله علّق أخوتهم على إقامة الصلاة إذ أن الأخوة لا تنتفي عن المسلم بارتكابه لمعصية ولكن إذا ارتكب كفرا انتهت الأخوة ولا أخوة بين مسلم وكافر أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين الحديث الأول في مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ويقول في السنن وهو صحيح عن بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أما من كلام الصحابة فيقول عمر رضي الله عنه لما طعن كان يقول الله الله بالصلاة ثم قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة هذا كلام عمر رضي الله عنه يقول لا حظ أي لا نصيب في الإسلام لمن أضاع الصلاة قال عبد الله ابن القوارير يقول ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه من الإسلام كفر إلا الصلاة أما النظر الصحيح فإنه لا يعقل أبدا أن يقال لرجل صل ويعرف منزلة الصلاة في الإسلام وتأكيد الله عليها في القرآن وبالسنة ثم يتركها لا يمكن أن يكون مؤمنا كيف يكون مؤمنا وهو يقول لا يصلي لا إنه غير مسلم بتركه للصلاة ولذا نلمس أهميتها في القرآن فقد وصف الله أهل الإيمان وجعلها القاسم المشترك في جميع الصفات من البقرة إلى الناس ما ذكر الله أهل الإيمان ووصفهم إلا وأبرز صفاتهم وأهم من ميزاتهم الصلاة في أول البقرة يقول عز وجل ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وفي أول الأنفال يقول عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وقد صدرت الآية بأداة الحصر إنما المؤمنون أي لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا من توفرت في هذه الصفات المحصولة بأداة إنما ويقول عز وجل في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويقول عز وجل في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ينتهي بالصفات ويختم ويقول والذين هم على صلواتهم يحافظون ويقول عز وجل في وصف المخبتين قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفكون ويقول عز وجل في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وفي النهاية قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وقد وصل الله عز وجل بها في سورة إبراهيم قال عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة هذه وصية الله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ولقمان يوصي ولده ويقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور والله عز وجل يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المعسنين الأمر بالصلاة في القرآن شيء متتابع ومتواتر وأيضا بيّن الله في كتابه العزيز أنه ما من أمة وما من نبي بعث إلا وقد أمر أن يبلغ أمته بإقامة الصلاة إلى جانب الأمر بتوحيد الله لازم في صلاة مع التوحيد في صلاة ما في نبي إلا وعند صلاة لأمته وإن اختلفت في الأداء لكن لا تتحد لأنها صلاة شعيرة من شعائر الله العظيمة يقول الله عن إبراهيم وقد جاء بذريته إلى مكة هاجر وإسماعيل قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي جرع عند بيتك المحرم ثم قال ربنا ليقيم الصلاة وقال في دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتكبل دعاء ويذن الله على إسماعيل فيقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا عظيم كان له والله يقول لبعض الله سلام وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ويقول عن موسى حينما حصل له اللقاء مع الله عز وجل في الليل قال وما تلك بيمي قبلها إنني أنا الله لا إله إلا أنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال عن عيسى لما جاءت به أمه تحمله وأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه يعني كلموه لأنها قد نذرت لله صوما وصومهم كان الإمساك عن الطعام والشراب والكلام قالوا كيف نكلم من كان في المهج صبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بما بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون هذا القول الفصل الحق الذي فيه يمتري النصارى حين يجعلون عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إن عيسى يتحدث عن نفسه في أول كلمة وينسف فيها عقيدة ألف مليون نصراني الآن على الأرض كلهم يدعون ويعتقدون أن عيسى ابن الله وعيسى أعرف منهم بنفسه فيقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فالصلاة عظيمة القدر وبعدين كل عبادة تسقط عن الإنسان في بعض الأحوال إلا الصلاة الزكاة تسقط عنك إذا ما عندك مال أو تسقط عنك إذا عندك مال ما بلغ النصاب أو تسقط عنك إذا عندك مال بلغ النصاب لكن ما حال عليه الحول الصوم يسقط عنك إذا كنت مريضاً أو مسافراً ثم تقضيه وإذا كان استمر معك مرضك فإنه يسقط عنك وعليك الإطعام وإذا كانك مريض لا يرجى برؤك وما عندك إطعام يسقط عنك لا إطعام ولا سياسة وهو ركن الحج ركن لكن يسقط عنك إذا لم تجد أمن الطريقي ولا الزاد ولا الراحلة ولكن كل شيء يسقط إلا الصلاة أما الصلاة لا تسقط عنك إن كنت متعافياً صلي قائماً إن كنت مريضاً صلي قاعداً إن كنت لا تستطيع أن تصلي قاعد صلي وأنت مسترقياً أو على جنبك ما تستطيع أن تصلي بأي طريقة صلي بطرفك أو مئي ما بعينك ما دام عقلك موجود لا بد أن تصلي وسوف نعلمكم إن شاء الله كيف يصن المريض بعدين صلي وأنت مسافر وأنت موقيم صلي وأنت في الحرب وأنت في السنس لا تسقط عنك الصلاة بحالة من الأحوال إذا كنت مريض ولا تستطيع أن تتوضى صلي بالتيمم لا تستطيع أن تتيمم صلي بغير تيمم إذا كانت ثيابك طاهرة الحمد لله إذا ما هي طاهرة غيرها إذا ما عندك وني غير لك ثيابك صلي بالثيابك لغير طاهرة فإن الله عز وجل لا يكذبك إلا ما تستطيع المهم صلي إذا سرينك على القبلة صلي إلى القبلة إذا سرينك ما هو على القبلة ولا تستطيع تتحول صلي إلى أي جهة فعيذ ما تولوا فثم وجه الله هذه الصلاة منزلتها عظيمة يا طائم وهي العبادة الوحيدة التي فرضت على الله على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء كل تكاليم الشرح فرضت على الرسول في الأرض ولما جات صلاة لا استدعي النبي صلى الله عليه وسلم وأسري به من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى سدرة المنتهى وفرضت عليه خمسين وما زال يراجع مع موسى وربه حتى بقيت خمسا في العدد ولكن الله ذو فضل عظيم قال لا يبدل القول لدي هي خمسين في الأجر وخمس في الأداء هذه نعمة ولا لا يفعل نضيعها بعد ما يرحمنا الله إلى أن جعلها خمس طيب لو الله جعلها خمسين إيش يسعنا نتمرد والله ما لنصلي لو هي خمسين ولو خمسين صلاة على أربع وعشرين ساعة بمعنى أنك في كل نصف ساعة تصلي صلاة في كل نصف ساعة لازم صلاة لكن الله رحمك وخفف عنك وجعل لك الأجر كامل والأداء كليل تأدي خمس وتأخذ على الخمس خمسين صلاة هذه الصلاة أيها الله ومنزلتها عظيمة في دين الله ولكن نلمس ونرى من يتهاون بها ويتركها وتركها كفر يترتب عليه أحكام شرعية سبعة الحكم الشرعي الأول أن تاركها لا يصح أن يزوج من المسلمات لا يجوج أول شرط إذا جاك يخطب عندك أي واحد اسألس رح دوّع فين يصلي صلي في المسلم إذا قال يصلي خلاص مسلم إذا سألس قالوا ما يصلي ما عتفكر فيه ولا عتنال فيه خلاص كافر كيف تزوج كافر إذا جاءك يهودي أو نصراني وأحط على الماسة عندك أو على الصلل عشر مليون ريال وقال والله أنا ديانتي يهودية لكن ديانتي عشر مليون إيش رايك تأخذها وتزوجني بنتك هل تزوجت والله لو يعطيك مئة مليون أو ألف مليون وأنت مسلم ما تزوج يهودي ولا نصراني طيب والكافر قال تارك الصلاة ألعن من اليهودي والنصراني اليهودي والنصراني له أحكام شرعية في دين الله أحف من المرتد والكافر وسأبينها لكم إن شاء الله أولا لا يصح أن يزوج فإن عقد له وهو لا يصلي فالعقد فاسد والنكاح باطل لقول الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا يجوز إذا علمت أن هذه مؤمنات لا ترجعها الكافر لا هي تحل له ولا هو يحل لها هذه نزلت في سورة المنتعين لما جاء المؤمنات يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا اول. الثاني. اذا عقد له وهو يصلص. كان يصلص. ومسلم. ولكن بعد ان تزوج واصبحت المرأة في عصمته ترك الصلاة. فما الحكم? اذا ترك الصلاة فسخ النكاح. دون الحاجة الى طلاق. لان الطلاق للمسلم. اما هذا كافر ايه طلق? ما في طلاق له. وانما ينفسخ النكاح. ولا تحل له الزوجة. ولا يجوز لها ان تبقى ليطأها. فاذا وطئها فانما كافر يطأ مؤمنة. ولا يجوز لوليها ابوها او اخوها ان يسأل اذا علم ان زوجها ما يصلي لا يجوز له ان يدعها في بيته فاذا رضي فانما يرضى ان ينكح بعرضه وان يزنا به بنته او باخته. من يرضى بهذا? كافر هذا تحلي يركب? لا اله الا الله. ما يجوز? وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا يعلو كافر على كافرة على مسلمة. لا يجوز ان يعلو كافر على مسلمة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث لا يحذ له ان يدخل مكة المكرمة. ما يجوز لك يا تارك الصلاة ان تأتي الى مكة وتدخلها. اما ترون اذا دخلتم مكة ممنوع الدخول لغير المسلمين? في لوحة. وفي طريق اسمها طريق ما? طريق الخواجات. هي طريق الكفار اصلا. فاذا جاء تارك الصلاة يبقى يدخل مكة ولا يروح جدة? نقول لف من فضلك. روح مع اخوانك. روح مع الخواجات مع اليهود والنصارى لا تدخل مكة. يحرم واذا دخل فعليه من الله ما يستحس. لان الله قال يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حرم الله عن الكافر ان يقرب المسجد الحرام وهي حدود الحرم. ما هو المسجد يعني مسجد بالذات. لا حدود الحرم. حدود الحرم اذا جيت من جدة اشبيسي. اذا جيت من الطائف من عرفة. اذا جيت من المدينة من عند ابار علي. من عند مسجد عائشة. هذه حدود الحرم. الحرم شيء والمواقيد شيء ابعد. لكن حدود الحرم لا يجوز لكافر ان يتجاوزها وان يدخلها ولا يجوز لتارك صلاة بالطبع وهو كافر ان يدخلها. هذا الحكم الرابع. الحكم الثالث. الثالث. الحكم الرابع لا تؤكل ذبيحته. اذا ذبح ذبيحة فهي حرمة. رغم انه يجوز ان تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني. لو جيت على يهودي ذبح ذبيحة او نصراني ومسلم ذبح ذبيحة وكافر مرتد تارف للصلاة. ذبح ذبيحة من تأكل ذبيحة ذبيحة اليهودي والنصراني حلال. ليش? يعني الله يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم حل لهم. لكن المرتد المجرد الكافر لا. ما يجوز ان تأكل ذبيحة. اجل هو العن عند الله من اليهودي والنصراني. يعني هو اشهد من اليهودي والنصراني. هذا هو الحكم الرابع. الناس ما يفهمون هذا الكلام. تصورون القضية بسيطة. ترك الصلاة الله يهديه. وجالس معه في البيت. يأكل ويشرب ويجلسه ويطلعه ويصرف عليه. وهو كافر. بل بعض الاباء الان ما يقدر يقول ولده صل. ليش? لان ولده موظف. يرضعه فلوس. ويخاف انه يعطيه يقول له صل. فيزعل عليه ويخرج. من رزكك قبل ولدك? ان ولدك هذا هو جزء من الرزق من الله. فكيف تعتمد عليه من دون الله? لا اله الا الله. ما اقل عقيدة الناس ما اضعفها الا من هدى الله. الحكم الخامس انه اذا مات هذا التارك للصلاة فانه لا يرث. لا يرثه احد واذا مات احد من اقاربه فلا يرث مع الورجة. لو ان رجلا مات وترك اربعة من الاولاد. ثلاثة منهم يصلون. والرابع تارك للصلاة. كيف تقسم التاركة? تقسم على الثلاثة المصلين? اما ذاك ما له فيها شيء. ممنوع. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولا يتوارث اهل ملتين. هذا ملته كافر. وهذا ملة مسلم. اجل نوزع. طيب لو ان رجلا مات. وترك ولد لا يصلي. وولد اخو يصلي. ولد اخو بعيد عصبه. من يرث يرث المعصب البعيد? وهذا ولد من صلبه لا لا ميراثنه. لانه كافر لا يرث في مال مسلم. هذا الحكم الخامس. وهل هذا الكلام يطبق الآن? ما يتنفتون الكلام هذا. وهذه احكام شرعية تابتة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس في غفل عنه. الحكم السادس انه الى مات. فانه اولا لا يغسل. ولا يكفن. ولا يصلى عليها. ولا يدفن في مدافر المسلمين. ولا يحمل على الرقاب. ما يجوز? يحرم اذا مات ولدك او اخوك وانت تعرف ان تانك الصلاة. لا يجوز لك ان تغسلها. ولا تكفنه. ولا تأجيك مجاملة ومداهنة وتقول اني ما بغى اكشف نفسي او افضح ولدي وانحب نخليها وعلى الله. لا. ولا يجوز ان تدعي المسلمين تقول تعالى يا جماعة ولدي مات. تعالوا صلوا عليه. كيف يصلون على كافر? ولا يجوز لك ان تخدع وتغش المسلمين فتقول اقبروا ولدي في المسلمين. هل يجوز الان ان تقبر يهودي في مقابر المسلمين? طيب كيف يجوز لك ان تقبر ولدك وهو كافر ما يصلي مع المسلمين? ما يجوز. قالوا كيف? قالوا لا يحمل على الرقاب اول شيء. ما يجوز حمله على رقبتك وهو كافر. انما يحمل على اي وسيلة بالايدي وبعضهم قال يسحب كما تسحب داب به الكلف او الحمار ثم يذهب به الى الصحراء ثم يحفر له حفرة في الارض الى غير كبلة. ما يوجه للكبلة. ما يشوفهم بين الشرق والغرب والكبلة لا ما لها كبلة هنا. لانه ليس من اهل الكبلة اصلا. ثم يكب على وجهه في ملابسه. من غير الغسل ولا تكفين ولا صلاة ولا توجه للقبلة وانما يكب على وجهه. لانه سيرز النار وهو مكبوب على وجهه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم بكما وصما وعميا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقرة. الحكم السابع انه لا يجوز الاستغفار له ولا دعائنه. ما يجوز لك اذا مات تقول رحمة الله تعالى عليه. الله يغفر له. الله يسكن هزجل المرحوم. وانت تعرف انه تارك للصلاة. لا. لان الله قال في القرآن الكريم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا الى قربة من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب ازجحون. فاذا كان مشركا او كافرا مرتدا عن دين الله بتركه للصلاة لم يجوز لك ان تستغفر له. واذا سمعت احد يقول الله يغفر له. قل لا لا تستغفر له. نعم هذه الاحكام الشرعية هي التي يجب ان نراعيها في التعامل مع تارك الصلاة. الا الا ما دمنا ندعوه. اما اذا كنا في طور الدعوة معه والجذب فاننا نصبر عليه. حتى يحدد موقف معه. فاما ان يستجيب ويسلم ويصلي وله ما لنا وعليه ما علينا. واما ان يحدد موقف ويقول لا ما اصلي هناك خلاص. ينبغي المفاصلة والبراءة منه والتعامل معه على ضوء هذه الاحكام. لا يؤكل لا يشارط لا يجالس لا يزار اذا مرض لا تتبع جناسة اذا مات. لا يشمك اذا عطس. كل الاحكام هذه تنتفي عنه لانها اسمها حقوق المسلمين. حق المسلم على المسلم. اما الكافر لا حق له. له حقوق معروفة نعطيه اياها. لكن اما المرتد عن دين الله فليس له ما للمسلمين. هذه احكام تارك الصلاة. ولكن كثير من العوام بل وحتى المتعلمين يخفى عليهم الاداء الشرعي للصلاة. اذ اننا نرى تباينا كثيرا وفروقا ظاهرة في اداء بعض المسلمين للصلاة. اضرب لكم على هذا مثال بسيط. تقف في المسجد وتطالع في الناس تجد فيه فروق كثيرة في وضع اليدين. هذه كمثال بس. فتجد واحد وضع يديه هكذا مرة. بسبلها. واخر يضعها تحت سرة. واخر يضعها على بطنه. واخر يضعها على صدره. واخر يضعها على نحره. واخر يضعها على قلبه. وكل واحد تسأله. بعضهم عندي علم بعضهم ما عندي علم. هذا اللي على قلبه يقول على شاء الله يطير قلبه. فانا قطبه. الله اكبر يا هذا العلم. والثاني اللي يسبلها مرة يقول انه ما ثبتت. ان الامام مالك كان يصلي وهو مسبل. نقول له لا ان الرسول صلى الله سلم كان يصلي ويده مقبوضة على صدره. وانت مأمور باتباع الرسول ولا اسم مأمور باتباع الامام مالك. والامام مالك رحمه الله نص في كتابه الذي هو عند مذهبه موطأ مالك على ان اليدين تقبض على الصدر. ولا دليل لمن يضع لمن يسبلها. طيب هذا التباين يجعل احتفكر في انه لا بد من توضيح الكيفية الصحيحة الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اداء الصلاة. وقد لمست هذه الحاجة من كثير من الاخوة القائمين والذين يمارسون بيع الشريط الاسلامي. يتصلون به كثيرا ويقولون في كثير ناس يقولون نبغى شريط كيف يصلي المسلم. في عوام في ناس ما يدرون نبغى يسمع الشريط ويعرف كيف يصلي حتى اخر الصلاة. فاثرت ان تكون هذه الليلة رغم انها ليست في الدروس المنتظمة. دروسنا المنتظمة في العقيدة. لكن لاهمية الصلاة اثرت ان تكون هذه الليلة عن كيفية الصلاة في دين الله عز وجل. قبل الصلاة هناك مفتاح اسمه الوضوء او الطهارة. واذا جئت الى الصلاة وهي قفل بغير المفتاح بغير الوضوء ما فتحت لك الصلاة. الوضوء والطهارة مفتاح الصلاة. فقبلها لابد ان تتطهر. والوضوء هو طهارة واجبة اوجبها الشرع من الحدث الاصغر. والحدث الاصغر يأتي كالبول والغائق والريح والنوم العميق. واكل لحم الابد. وغير ذلك. هذه نواقف الوضوء اذا حصل لك منها ناقب لزمك ان ترفع الناقب وتستوجب الطهارة بالوضوء الشرعي. وايضا هناك الغزل وهو طهارة واجبة من الحدث الاكبر وهو الجنابة التي تأتي عن طريق الاحتلام او عن طريق الجماع او عن طريق الامناء او عن طريق الجهد والايلاج. ولو لم يمني اذا جامع ولو يمني وجب عليه العسل بعد الالاج وتأتي عن طريق الحيض وعن طريق النفاس. هذه اسمها حدث اكبر الجنابة وما معها والحيض والنفاس. هذه ترفع بالغسل. اما كيفية الوضوء فهو وارجو ان تركزوا معي علشان يكون فيه يعني فهم لهذه الاحكام. ان ينوي الوضوء بقلبه بدون تلفظ. لان التلفظ بالنية في سائر العبادات غير الحج والذبح الوضعية بدعة لم تثبت. فتنوي يعني تستحضر في قلبك في داخل نيتك انك رايح توضي. اذ انك لو وضيت بغير نية داخلية قلبية فوضوءك فاسك. النية مطلوبة. لكن من غير تلفظ. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها في وضوءه ولا في صلاته ولا في شيء من عباداته. ولان الله يعلم ما في قلبك فلا داعي الى ان تخبر بما فيه. ما في داعي تقول وقفت ونويت عن اصلي صلاة المغرب ثلاثة ركعات اللهم تقبلها مني. قد الدار ربي انك بتصليت. بس استحضرها في قلبك بدون اشهاد. بعد النية يسمي الله ويقول بسم الله. يسمي الله ويقول بسم الله. طبعا نحن نعني بالوضوء الذي بعد الاستنجاء لا ينبغي ان تخلطون بين الوضوء وبين الاستنجاء. الاستنجاء شيء ما لا علاقة بالوضوء. منفصل عن الوضوء وعن الصلاة. الاستنجاء هو غسل محل الخارج من السبيلين بعد خروجهما. بالماء. والاستجمار هو ازالته بالحجارة. فانت اذا خرجت الان بعد صلاة العشاء ودخلت الحمام تستنجي ولو لم تريد صلاة فما لا علاقة. لكن نحن نتكلم عن الوضوء الذي تريد به ان تستبيح الصلاة وان تدخل في الصلاة. فتسمى الله. بعد ان تنوي تسمى الله. ثم تغسل يديك ثلاث مرات. تغسل يديك ثلاث مرات. الاولى والثانية والثالثة. واذا كان تحت الصنبور فبما يكفي ويقدر ويوازي الثلاث مرات. ثم تتمضمض وتستنشق ثلاث مرات. ان شئت كمضمضت مضمضة منفصلة عن الاستنشاق ثلاثا واستنشقت ثلاثا. وان شئت جمعت بين المضمضة والاستنشاق مرة واحدة ثم ثانية ثم ثالثة. الثنتين سوا وارد وكل واحدة لحالها وارد. ثم بعد ذلك تغسل وجهك ثلاث مرات. وحدود الوجه من الاذن الى الاذن عرضا. ومن منابس شعر الرأس هنا الى اسفل اللحية طولا تغسلها تغسله ثلاث مرات. ثم تغسل يديك الى المرفقين للرأس الاصبع الى المرفقين ثلاث مرات. تبدأ باليمنى ثم تنتهي الى اليسرى. ولو بدأت باليسرى لم يصح. لابد ان تبدأ بيمينك في غسلها من رأس بنانك الى اخر المرفق. ثم بعد ذلك تمسح رأسك مرة واحدة. هذه كلها ثلاث ثلاث ثلاث. الا مسح الرأس فانه مرة واحدة تبل يديك تأخذ الماء. ثم تنثره ثم تمرها من مقدم رأسك الى مؤخره ثم تعود به من مؤخره الى مقدمه. هذا هو التابق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة واحدة ثم تنتقل الى اذنيك فتمسحهما مرة واحدة. ان شئت بما بقي من بلل يديك بعد مسح رأسك وان شئت بماء جديد تبله ثم تنثره ثم تدخل اصبعيك السبابتين في صماخ الاذنين وتمسح بابهامهما ظاهر الاذنين تديرهما على الظاهر على السبابتين في الصماخين والابهام في ظاهر الاذن ثم بعد ذلك تنتقل الى قدميك وتغسلهما تلاث مرات من رؤوس اصابعهما الى اعلى الكعبين تبدأ باليمنى ثم تنتهي في اليسرى وتكون بهذا وضعت الوضوء الشرعي الثابت الصحيح في جميع الروايات لان هذه المعلومات مقتبسة ومنتقى مما صحى وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك تقول تستقبل القبلة طبعا تستقبل القبلة وتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الاول ثبت بالصحيحين والثاني ثبت بالسنن وفيه بقال لكنه يحتج به ويعمل به نعم اليدين الرجلين ثلاث مرات قلت ذلك الرجلين ثلاث مرات الرجل الاولى ثلاث والثانية ثلاثة بعد ذلك اذا قلت هذا الكلام اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حصل لك ثواب جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من توضع فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل منها ايها شاء وفي الحديث الصحيح الاخر قال اذا توضع المسلم فغسل يديه خرج مع اخر قطر الماء كل خطيئة مستها يده فاذا تمضمض خرج مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء كل خطيئة قالها بلسانه فاذا غسل وجهه رصح هرج مع اخر قطر الماء كل خطيئة مستها عينيه او اذنيه او يديه او رجليه حتى يخرج من الوضوء ولا ذنب له هذا فضل عظيم لا يفوت الا محروم ومدبر والعياذ بالله اما الغسل فكيفيته كيفية الغسل من الجنابة او من الحيض او من النفاس ان ينوي بقلبه بدون تلفه ثم يسمي قبل الدخول طبعا ان كان يقتسل في مكان ما فيه يعني كرسي حمام فيسمي وهو موجود فيه اما اذا كان سيقتسل في الحمام اللي فيه كرسي فيسمي قبل الدخول لانه لا يجوز ان يذكر الله داخل الحمام الذي فيه التغوط والتبول بعد ذلك يتوضع وضوءه كامل يستنجي ويزين القدر ثم يغسل يديه ويتمضمب ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح برأسه ويغسل رجله كامل ثم يحفي الماء او يفك البزبوس والدش على رأسه حتى يرويه ثلاث مرات ان كان افاضة او ارواء عن طريق دش ثم يغسل سائر بدنه يعمل بدنه ويكون قد انتهى من الوضوع ومن الغسل فان مس اثناء الغسل عورته انتقض وضوءه ولزمه بعد الضراغ من الغسل ان يتوضع اما اذا لم يمس شيئا من ذلك اكتفى بذلك طيب اذا عدم الماء لا ماء او وجد الماء ولا قدرة على استعماله كالمرير المحروف الذي ما يستطيع يغسل او يتوضى فان الله عز وجل رفع الاصار عن هذه الامة وشرع لنا بدلا يسيرا سهلا متوفرا وهو التيمم والاولين ما كان عندهم هذا اليسر ترويه ما كانت تقبل الصلاة الا في المكان حق العبادة واذا انتقض وضوء الانسان بنجاسة وقعت في الثوب فلا يقفل الغسل لابد من قطع الثوب واذا وقعت النجاسة على الجسد فلا يقفل الغسل بل لابد من سلخ الجلد واذا واحد اذنب واراد ان يتوب ما تقبل التوبة الا ان يقتل نفسه فاقتلوا انفسكم عند بارئكم فتابع عليكم ما في توبة الا بقتل النفس لكن في ديننا رفع الله عننا الاصار والاغلال ويسر علينا هذا الدين ومن ضمن دين الله اليسر انه قال صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل ومن ضمنها قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاينما ادركتكم الصلاة فصلوا واذا عدم الماء فتيمموا وكيفية التيمم وهو بديل لا اينما ادركتك الصلاة وانت في سفر في ثلاث في صحراء اما اذا ادركت الصلاة وانت في البيت لا بد ان تجيب كيف تصلي وانت رجل لا يصلي في البيت الا المرة اما الرجال الله قد قال لهم في القرآن الكريم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال من رجال بمعنى الذي ما يصلي في البيت ما يصلي في المسجد يصلي في البيت هذا انتفت عنه صفت الرجولة صحيح انه ذكر والذكورة شيء والرجولة شيء حتى الحمار ذكر والكلف ذكر لكن الرجولة مفاهيم اسلامية اولها اقامة الصلاة في المسجد واما الصلاة في البيت فلا تحل للرجل ابدا الا من عذر شرعي سنوضحه ان شاء الله اذا عدم الماء او عجز عن استعماله فانه يتيمم وكيفية التيمم عن ينويه ثم يضرب على الارض او على التراب الصعيد الذي له غبار ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه بس يمسح وجهه وكفيه به ماء وقد بعدها احلت له الصلاة فاذا وجد الماء وقد صلى لا يعيد الصلاة لتصلها لكن اذا وجد الماء ينبغي ان يغتسر ان يتوضع اما اذا وجده بعد وضوءه بعد تيممه وادائه للصلاة فقد استباحها بما اباحه الله له نعم الكيفية الصحيحة لتهمم ان تضرب الارض بكفي بكفي براحتين ثم تمسح بهم كفيك والكف هذا ظاهر الله وهكذا ثم تمسح بهم وجهك مفهوم هذا يا اخواني هذه اسمها الراحة وهذه اسمها الكف اما الصلاة وكيفيتها فارجو ان يعني تركزوا معي كليلا اخلوا الاسملة بعدين علشان استمر نعم ظاهر الكف قبل الوجه قبل الوجه يمسح به ما ظاهر الكف بعد الوجه اي ما رأيك شيء يمسح ظاهر الكف بعد الوجه او او قبله قبله ايه والله اعتقد انه الوجه ثم الكفين اعتقد يا شيخ لان هنا الشيخ محمد الشيخ محمد بن عذنين يقول يمسح به ما وجهه وكفيه فالصحيح انه يمسح به ما ان شاء الله وجهه اولا ثم ظاهر كفيه نعم اه كيفية الصحيح هذا الصلاة اولا ما هي الصلاة تعريف الصلاة الشرعي عبادة مخصوصة تؤدى في اوقات مخصوصة وهي عبارة عن اقوال وافعال اولها التكبير واخرها التسليم واذا اراد العبد الصلاة فانه يجب عليه اولا ان يتوضى من حدث اصغر او يغتسل من حدث اكبر ثم او يتيمم من من عدم القدرة على استعمال الماء او عدم وجوده وكيفية الصلاة اولا ان يصلي في المسجد اذا كان ذكرا رجلا اذ لا تقبل الصلاة في غير المسجد الا من عذر وقد كنت اراجع المسألة هذه واقرأ الخلاف بين اهل العلم في وجوبها او شرطيتها او صحة الصلاة فيها صلاة الجماعة فقرأت كلاما نفيسا لشيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الاختيارات الفقهية اكد فيه على ان حضور الجماعة شرط في صحة الصلاة وانه لا تقبل صلاة انسان يصلي في غير المسجد من غير عذر مشرعي يعني انتم تعافي ووافي وآمن وتسمع الاذان ويقال لك قم فتقول لا انا بصلي هنا ايش بقي معك ليش والحديث في البخاري ومسلم حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر بالصلاة فتوقام ثم امر رجلا فيأم الناس ثم انقلب الى رجال اللي يشهدون الصلاة في المسجد فاحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من الذرار والنساء والرسول صلى عليه وسلم لا يحرق على تركس ولا يحرق الا على تركس واجب وامر عظيم ولكن منعه من التحريق وجود من لا تجب عليه الجماعة في البيوت وهم النساء والذرية وسوف يتضررون بتحريق البيوت بعدين في مسلم عن ابن مسعود قال من سره ان يلقى الله غدا المسلمة فليحافظ على هذه الصلاوات الخمس فيين حيث ينادى بهن فان الله شرى على نبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم ولقد رأيت الرجل منا يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق والعياذ بالله والله بالقرآن يقول واقيم الصلاة وآهد الزكاة واركعوا مع الراكعين واهل النار المجرمين وهم في طباق النار اذا قيل لهم من قبل اهل الايمان ما سنككم في سكر ايش قالوا قالوا لم نكن من المصلين ما قالوا لم نكن نصلي فقد ربما كانوا يصلون لكنهم ما كانوا من المصلين والله يقول واركعوا مع الراكعين والله يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدون والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عندك الله وانقام الصلاة فلابد ان تصلي في المسجد الا من عذر العذر الشرعي محدد خوف لا تستطيع اذا خرجت ان تصل الى المسجد من الخوف تقتل وهذا غير موجود في مجتمعنا والحمد لله على نعمة الامر والامان والاستقرار نعمة يجب ان نشكر الله عليها ولو خررنا ساجدين لله من ذا العين الى ان نموت ما شكرنا هذه النعمة وعدها فكيف بالنعمة الاخرى تروا هذه النعمة ما لها مزيد ابدا لان الله ذكرها قال وضرب الله مثلا قرية كانت اامنة اامن بيتك مفتوح تنام بعض الناس بابها مفتوح ينساها سيارة مفتوحة ينساها لكن اامن على ماله اامن على عرضه اامن على نفسه اامن على كل شيء هذه نعمة تروا ما هي موجودة في كل البلدان في بلدان من البلدان العالم متطورة ولكن والله بعضهم ما يأمن على بكة دخان في جيبه يحطه كده واذا خرج من مكان فيه فلوس في بنك ولا شيء يحسبون البكة فلوس يلحقونه ويذبحونه وياخذون البكة واذا ما فيه شيء فهذه اذا كنت خائفا وهذه غير موجودة او مريضا مريضا مرضا لا تستطيع معه ان تقوم اما اذا تقدر تقوم وتدعي واحد من اولادك او من جرانك يشاديك تتعصى الله يعينك لان في الصلاة عافية من الناس من يمرض مرض بسيط ولكن الله عز وجل يعينه يجي يصلي فيعطيه الله العافية بتردده على المسجد يجي يصلي الظهر وهو تعبات مرة لكن يسمع الاذان في اسحب نفسه ويأخذ عصاه ويجي تعصى ولا يرجع من المسجد الا وقد شرح الله قلبه وعافى جسده ورد له عافية ويروح ويمرض ويجي العصر ويجي يسحب نفسه ويعوذ قدوم تعافي هذا اذا كان في امكانه لكن اذا لم يستطيع وعلم الله انه مريض فهناك يعفو الله عنه ولا يكلفه الله الا ما استطاع او غفل واحد عادته دائما ان يصلي في المسجد ولا يمكن ان يصلي في غير المسجد لكن في مرة من المرات النادرة جاء من سفر او سهر او مرض ونامت عينه وما استيقض او شغل الساعة ولم تضرب او دق عليه ابوه ما انتبه له وما انتبه الا وهو قد فاته الصلاة فتألم وتندم وتأسف وتقطع قلبه وقعد يراجع نفسه ثم صلى وهو نادم وهو تائف وهو مستغفر هذا نقول نسأل الله ان يغفر له لكن واحد يسمع العذان ويقول لا بصلي هنا خاصة اذا فيهم تمثيلية ولا مسلسل ولا مبارا يعين ايبو بصلي ايبش قال ما نفغى تفوتنا يا شيخ لا اله الا الله تفوت طاعة الله في الجماعة في المسجد وتجلس على هذا الشيء التافه هذا من دل عقل الانسان والعياذ بالله في اتي الرجل الى المسجد ويكون مجيئه مبكرا يعني مع اول الوقت لا يجلس الان تقام الصلاة لانه من اتر صلاة دبارا والعياذ بالله يوشك ان يدبر عنه على الخير لا بد ان تجي مع اول الاذام وبعدين تسبغ الوضوء تخرج الى المسجد تقارب بين الخطأ تدعو في الدعاء من البيت تدعو دعاء المسجد ما تغطو خطوة الا ولك عليها حسنة ورفع درجة وتكفير سيئة وبعدين مما يرفع الله به الدرجات انا ادلكم على امام احو الله بالخطايا ويرفع الله به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكانه وكثرة الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط بعد ذلك تأتي المسجد تختار من المسجد او اكمل الصفوف اولها خير صفوف الرجال اولها ولو يعلموا الناس ما في الصف الاول والاذان والنداء ثم لم يجدوا الا ان يستهموا لا تجي تقعد عند العموش بعض الناس يجي يقعد الدبافنات علشان يضرب يختصر الطريق لا في الروضة ان كنت من اهل العلم ومن يمكن ان تنوب عن الامام من اهل النهى اذا لم يكن تجي عن يمين الامام فان مياه من الصفوف افضل من ايسارها اذا جيت مياه من الصفوف ممتلئة تجلس في ايسارها مع رغبتك في يمينها فان الله يعطيك اجر مياه من الصفوف لانك لم تجد فيها مكانا فكملت الصف في الجانب الثاني بعد ذلك تستقبل القبلة اذا كنت طبعا مأموما في المسجد وبعد اقامة الصلاة تستقبل القبلة بجميع بدنك ثم لا تنحرف يمينا ولا شمالا ولا تلتفت ثم تقف وتوجه اصابع قدميك الى القبلة وتفتح حما بمقدار جذعك لا تفخشك ولا تقاربها ولا تجعلها كده حرف مانية ولا تجعلها كده حرف سبعة انما هكذا وعلى قدر فتحك جسمك وبعدين تقرب وتحاذي وتسد الخلل مما يلي الامام اذا كنت في الامين فتقرب جهة الشمال وتطلب من لجنبك انه يقرب اذا ما قرب لا تحاول تصلح خلطه فخشك لا الغلط عليه هو والاثم عليه لانه ما سد الخلل انت تسد الخلل مما يلي الروضة وذاك يسد الخلل مما يلي الروضة حتى تتكامل الصفوف لكن اذا اخطأ هو لا اطصعه خطأ بخطأ اشنع لان بعض الناس يجبقى ويعيلا يقرب في يقوم يفخشك وذاك كل ما قرب منه شرج لانه يختلع من رجله يخاف لا يقبصه بها يحسب انها عنش وذاك يقرب وذاك يطرج حتى يسير بعضهم يرضف كذا في المسر يقول ليش قال ابغى اسد الخلل لان الورد بالحديث ان الشياطين تدخل بالفرج بين الصفوف كحذف الغنم يعني كالطليان فسوى لما سد الخلل فتح كبري له مهم بدال ما كانوا يدخلون من شوية سوى لهم متر او ثمانين سنتي او سبعين سنتي لا افتح جذعك كما يعني افتح رجليك على قدر قوامك وبنيتك لا تراصقها ولا تفخشقها ولا تهدمها كذا ولا تسيبها كذا بعض الناس يقول حاذب الاطعب في يقوم يقول برجله ويأكفها الان يضرب كعبه عند ذاك ويقول بها كذا هذا تكلف كله هذا غلوب ما انزل الله به من سلطان كيف الوقفة الهادئة التي جاءت في دين الله وقرب رجلك بالرجلة بشرط ما ترزعها لان بعض الناس انت حساسية من من رجلك فانت اقرب منها وخط رجلك جنب رجلة حاذب بالمناسب والارضب لكن لا ترسع رجلة لا تبالغ لانت ترسع رجلة ويعوي يجرد منك وتلطع رجلة لا اقرب منه ان كان قاعد ينبك العمد لله جرد منك الله يسمينك ومسؤولية هذا عليه بعد ذلك تنوي الصلاة بعد ما تستقبل الكبلة وتقف الوقفة الشرعية وانت واقف هكذا تنوي الصلاة بيش قلبك دون تلفظ والنية شرط لشروط الصلاة شروط الصلاة تسعى من ضمنها النية بعد ذلك تكبر تكبيرة الاحرام التي تدخل بها في الصلاة وهي ركل من اركان الصلاة وترفع يديك تقول الله اكبر ترفع يديك مستقبلا ببطونهما القبلة ومحابيا بهما الى حذو المنكبين او حذو الاذنين وردت كلها الله اكبر وما في داعي تحط صابعك عند مسامعك مثل ما يقول بعض الناس لا انما ترضع تضع رؤوس اصابعك بحذو الاذنين او حذو المنكبين الله اكبر ثم تضع كفك يدك اليمنى على ظهر كف يدك اليسرى فوق الصدر هكذا هذا الصدر صدر من هنا يبدأ من العظام عظام القفص الصدر الى هنا وتضع على وسط الصدر لا على اسفل ولا على فوق والهابية ثبتت من رواية واعل ابن حجر في البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وبزيادة على صدره في صحيح ابن غزيمة على شرط المسلم والبخاري هذه زيادة صحيحة تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك لا على قلبك ولا تحت بطنك ولا تسبلها وانما هكذا وهذه هي التي تليق من موقف العبد ولا تبالغ او تغلو كما يصنع بعض الشباب فتضعها على نحرك بعضهم يخلق نفسك كيف لا لا تغلق نفسك ولا تطعر رجبتك ولا على لا وانما هضحها يعني لان الزيادة في الشيء غلو والغلو ممنوع في الدين الله يقول يا يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم والحديث في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو لا تغلو انما خذ الدين ببساطته خذه بسهولته خذه بيسره لان الله عز وجل يسر لنا هذا الدين شرع لنا دينا سهلا رفع علينا منه الحرج والمشقة والغلو والتعقيدات لا خذ الدين بساطته انما اذا قعدت توسوس وتهوجس وتلعب بك الافكار وتحاول ان تشنج حتى بعض الناس بالصلاة تجده كأنه يمارس حركة رياضية اذا جاء قال كم الله يفركز كده اذا قال ايش بك يفركز كده ايش التشنج هذا يفارس حركة رياضية يا اخي صلى صلاة واضحة هادية الله اكبر الله الله اكبر لكن معهم فيك حتى ينهزب النا طهيق كده كأنه حجب لا الله اكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم بعدها سمع الله لمن حمده ما فيه سمع الله لمن حمده لا هذه كلها من الغلوب الذي ليس من دين الله عز وجل فبعد ذلك بعدما تضع يدك اليمنى كف يدك اليمنى على ظهر كف يدك اليشرة هكذا تستفتح بدعاء الاستفتاح والاستفتاح هو طرق للباب للدخول على الله انت الان دخلت على الله بسكبز احرام لكن ما قد يفتحك الباب متى يفتح بعد دعاء الاستفتاح تقول اللهم باعد والحديث البخاري يا مسجد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما تنقي السوب الابيض من الدنس او كما ينقى السوب الابيض من الدنس اللهم اغسرني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد ان شئت هذا فهو وارد في صيحي في حديث اخرى ما نعرف وهو شائع بيننا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك فان قلتهما جميعا كما ذكر اليوم النوضي فهذا اكمل وان اكتفيت ببعضهم فطيب وان قلت هذا مرة وهذا مرة فهذا افضل كما يقول الشيخ سماع الشيخ عبد العيش بن باز لانت تأتي بجميع الادعية الواردة في هذا ثم بعد ذلك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا ان كنت اماما او مأموما في سرك هذا الاستعادة ما تقولها بيعني صوت ظاهر ثم تبسمل تقول بسم الله الرحمن الرحيم وايضا تبسمل في سرك لانه الثابت الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان فقد ثبت انه اسر وجهر ثبت انه اسر بالبسملة وثبت انه جهر بها ولكن كما يقول ابن القيم كان اسراره اكثر من جهره كان يسر كثيرا ويجهر قليلا والصحيح الثابت من امره الاسرار لكن بعض الناس اذا شاف الامام يقرأ طوال الحمد لله قال شبه ما سمى هو سمى لكن سرا يتعود بالله سرا ويسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة يقول فيها بجميع احكامها لانها ركن والحديث في البخارية مسلم عن عماد ابن الصامت قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وياك ان تلقى الله وجهك مملوء بالشايف وانت جاهل في الفاتحة كما يصنع بعض الشيبان في الحين شايف ولكنه ما يضره بالامور الدنيا شيء الردايق والمحاكمات والدعاوي وامور الدنيا لكن اذا قلت اقرأ الفاتحة قال انا عمي انا مان يعرف اشبك تعرف الدعاوي والردايق والامور كلها اشبك والشعر والقصائد ولكن ما تعرف الفاتحة وهي سبع ايات اربعة اسطر اعمى في دين الله ومفتح في غيره يجي يجرأك الفاتحة مكسرة الحمد لله رب العالمين ياك نعبد وياك نستعيف ياك ويقول بعضهم ما لك يوم الدين يقول ما هو لك يوم الدين ينفي ما لك يوم الدين ياك نعبد وياك نستعيف وبعضهم يقول اهدنا الصراط وبعضهم يقول الصراط المستقيم صراط الذين انعمتوا وهذا نفس دلمعنى لابد ان تتعلم وتجلس على ولدك او على عالم لتقرأ الصلاة الفاتحة قراءة شرعية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين مع تشديد وتحقيق الشد هنا لانه مخاطبا لعل اقصاص اياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين ثم تقول امين ويقول من معك في المسجد امين اي اللهم استجد لانه تدعو الله ان يهديك الصراط المستقيم وان يقيمك عليه وهو صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم تقول غير المغضوب عليهم يا ربي لا اريد طريق المغضوب عليهم وهم اليهود لان معهم علم لم يعملوا به فغضب الله عليهم ولا طريق الظالين لانهم عبدوا الله على دهن وظلال ولكن فتقول بعدها امين والله عز وجل يعطيك ما سألت ان شاء الله ثم تقرأ بعد ذلك ما تيسر معك من القرآن نعم ليست امين من الفاتحة لا ما هي من الفاتحة وانما تقال بعد الفاتحة بعد فاصل بينك وبين الفاتحة وبينها ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن وتطيل القراءة في سورة في صلاة الفجر فتقرأ في الظهر والعصر والعشاء من اواسط المفصل وفي المغرب من قصان المفصل احيانا ومن اواسطه ومن طواله وتقرأ في الفجر من من طوال السور لما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركع رقوع رقوعا تحني فيه ظهرك بحيث يكون مستقيما لا تلكس ولا ترفع وانما لو وضع على ظهرك القدح المملوء بالماء لاستقرر تعظيما لله وتكبر عند رقوعك رافعا يديك الى حذر منكبك وهي اربعة اربعة يعني اشياء ترفع فيها اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام الى الركع الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية ترفع يديك وغيرها لا فاذا ركعت ركوع الهوى فانك تركع رافعا يديك الى حذر منكبك وتقول الله اكبر ثم تحصر ظهرك وتجعله بحيان رأسك وتضع يديك مفرجتين على رقبتيك مفرجتي الاصابع على رقبتيك ثم تمدها بحيث يستوي ظهرك مع يديك في الاستواء لا نزول تنكيس برة كما يفعل بعض الناس لا تقول هكذا ولا تقول هكذا وانما هكذا لا هو مقام تعليم وانما يضحك مما يتعجب منه فقط بعد ذلك يقول في ركوعه اذا ركع هكذا وظهره ممدود يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات اقل اقل شيء هذا اجلد كمان وان زاد والزيادة هذه ثابتة في صيح البخاري ومسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هذه عظيم هذه الزيادة اذا قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إذا زدتها فحزن كانت زيادة ثابتة وصحيحة بعد ذلك ترفع رأسك من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده إذا كنت إماما أما إذا كنت مأموما فتقول ربنا ولك الحمد وترفع يديك وإن ترافع من الركوع سمع الله لمن حمده وترفع يديك إلى حذو منكبك ثم تعيدها إلى ما كانت عليه قبل الركوع قبل الركوع فين كانت كانت على الصدري وبعد الركوع تعود إلى الصدري ولا دليل لمن قال إنه يعيدها مسبلة وقد ذكر هذا الكلام الشيخ الألباني في رسالته كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز بالرد الشرعي الواضح في أن الصحيح الثابت هو أنها توضع كما كانت لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اليدين في أربعة أحوال ثبتت في الركوع على الركبتين وثبتت في السجود على الأرض وثبتت في الجلوس على الفخذين وثبتت في القيام على الصدر والقيام بعد الركوع هو قيام كما كان قياما قبل الركوع ولا تفريق بينهما ومن فرق بين قيام قبل الركوع أو بعد الركوع لزمه الدليل وما دام لا دليل أجل لابد تبقى المسألة على الأصل في كون اليدين بعد الرفع من الركوع تعود إلى مكانهما قبل الركوع فوق الصدر ويقول الإنسان بعد ذلك ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده ثم يقول إن استطاع وكان في فرصة أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ولا ينفع ذا الجد منك الجد بعد ذلك تسجد مكبرا لله عز وجل من دون رفع يديك من تكان تديك هكذا وجدت بها تهوي إلى السجود ما ترفع يديك طوال تنزل إلى السجود وتقول في سجودك الله أكبر وتسجد على الأعضاء السبعة وهي الجبهة والأنف واحدة لأنها في عضو الوعد وهو الوجه فحكمها واحد وهي بعدين والكفين والرقبتين وأطراف القدمين هذه سبعة أعضاء للحديث الصحيح أمرت على أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف واليدين والرقبتين وبطون أصابع القدمين وبعدين تجافي بين عضو ديك وبين جنبك لا تلصك وتجافي بين فخذك وبطنك لا تلصك لا تكوبش كيف وإنما تجافي لكن مجافاتا معتدلة بما يسمع به وضعك وتسمع به الصلاة والناس جنبك أما المجافاة التي نشاهدها أحيانا ففيها غلو وزيادة إذ أنها تأتي على شكل انبطع بعضهم ينبطع إذن يحط يديه هناك كأنه يسوي البشم ديك حقيقة الرياضة وبعضهم يجي إذا سجد يجافي ويقول بيده كذا بحيث أن بذي يسجد جنبه ما عندي يلقى مكان لأنه كنت نطعها ورده بذرفقة لا وإنما هكذا تجافي بحيث لا تؤدي ولا تربط أما المرأة فلا تجافي المرأة عورة وإنما تنكمش والرجل يجافي من غير غلو ولا مبالغة ثم بعد ذلك يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وإن أراد وزاد وقال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغذر لي كما زاد هذا الرقوع فهذا طيب لثبوت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع رأسه من السجدة الأولى جالسا قائلا الله أكبر ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى مفترشا لها ناصبا قدمه اليمنى واضعا يده على فخذه الأيمن ويده الثانية على فخذه الأيسر ثم يقبض الخنصر والبنصر ويرفع السبابة ويحرقها عند الدعاء وعند التشهد ويجعل طرف الإبهام مقرونا بطرف الوسطى كالحلقة ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الرقبة ما لها هذه شيء هكذا هذي وذيك محلق ما هكذا ثم يقول في جلوسه بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني ثم يسجد السجدة الثانية خاشعا لله عز وجل كالأولى فيما قال ويفعل مثل ما فعل ويكبر عند سجوده ثم يقوم من السجدة الثانية قائلا الله اكبر ولا يرفع إذا وقف ويصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى فيما يقول وفيما يفعل إلا أنه لا يستفتل يبدأ طوالب بسم الله الرحمن الرحيم إذ أن الاستفتاح والاستعاذ التي قد قالها في أول الصلاة ككفيه عن الاستعاذة مرة ثانية ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلا الله اكبر ويجلس كما جلس بين السجدتين رافعا ناصبا رجله اليمنى مفترسا رجله اليسرى ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس اسمه التشهد الأول إذا كانت الصلاة ربعية أو ثلاثية واسمه التشهد الأخير إذا كانت الصلاة نائية كالفجر ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه إذا كانت الصلاة ربعية تشهد الأول يكف عند هذه ويقوم يجيب الركعة الثانية الثالثة إن كانت ثلاثية ويجلس ويتشهد ويقول هذا الكلام أو يجيب الركعة الرابعة إن كانت ربعية ويجلس ويتشهد ويقول هذا الكلام ثم يزيد بعد التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجان هذه جاءت بحديث صحيح ثم يدعو ربه بما أحب من خير الدنيا والآخرة إذا غلق هذا الكلام الصلاوات التشهد والصلاوات والدعاء هذا وبقي مع وقت يدعو الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبهذا تنتهي الصلاة وإذا كانت الصلاة تشهد الأخير فإنه من صلاة ذلافية أو ربائية فإنه يجلس فيه متوركا يعني يجلس على إليته اليسرى ويخرج رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى المنصوبة وهو ما يسمى التورك هذا هو كيفية الصلاة الشرعية الصحيحة وسوف إن شاء الله نغلق الموضوع بعد أداء العذام هناك أشياء أيها الإخوة تكره في الصلاة منها الالتفات بالبصر يمينا أو شمالا أما رفع البصر إلى السماء فهو حرام لورود النهي الصليح عنه يكره في الصلاة العبث والحركة لغير حاجة كمن يعبث بلحيته أو يعبث في أنفه أو يعبث بعقانه أو بغترته أو ببشته أو يعبث في أي شيء من جسمه لأن الصلاة فيها شغل للمسلم والعبث يدل على عدم حضور القلب أيضا يكره في الصلاة استصحاب ما يشغل الإنسان كالأشياء الثقيلة أو الملابس الملونة المزرقشة التي تلفت نظر الإنسان عن الصلاة وتشغله وتلهيه يكره في الصلاة التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة إذا وقف بطان الإمام قال بيده كذلك هذا ما يصح وتكره في الصلاة وأشياء أيضا تبطل الصلاة ما هو ما كوها وإنما تبطلها وتفسدها منها الكلام الكلام عمدا واحد يتكلم عمدا وإن كان يسيرا لو قلت كلمة ولو كانت مكونة من حرفين لو واحد بسعبت وانت في الصلاة انت معزوب قلت لا عامدا بطل الصلاة لكن إذا قلت كلمة غير عامد يعني نسيت فإن الله عز وجل يرفع عنك هذا لأنه عفية عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فالإنسان إذا أخطأ خطأا فإنه معفو عنه أما إذا تكلم عامد بأقل كلمة ولو كلمة واحدة لو قال نعم لا خلص بطلة الصلاة وتبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة انخرف واحد بالكامل جسدي عن القبلة بطلة الصلاة وتبطل الصلاة بخروج الريح من جبوره وبجميع ما يوجب الوضوء أو الغسل من خروج حارج من السبيلين أو غير ذلك من نواقذ الوضوء وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية من غير ضرورة العبث الكثير الغير ضروري ما لها حاجة هذا يبطل الصلاة وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيرا وفي خلاف بين اهل العلم بالتبسم فقال بعضهم حتى التبسم يلحق بالضحك ويمطل الصلاة اما ضحك كهكها ولو قلت خلاص بطلة الصلاة اذا قلت بس بسمة بس تبسم اهل العلم في خلاف فيها بعضهم يقول انها تبطل وبعضهم يقول لا يأثم ولا تبطل والصحيح انها تلحق بالضحك وانها تبطل بالتبسم لان الموقف ما هو مجال تبسمت. موقف موقف يعني رهيب جدا. هل تستطيع وانت جندي تأدي التحقيق للضابط وتضعك? هل يمكن? هذا ما يمكن ابدا. طيب ليش? لانك توضع استعداد. وضع اسكري امام ضابط بشر. ما يقدر. ولا تقدر ان تضحق وتتبسم امامه. ولو تبسمت او ضعقت امامه لجازات. طيب انت في وضع اعظم من اي وضع بالدنيا انت بين يدي الله. في وضع استعداد كامل في موقف الرهيب ينبغي ان تبكي من خشية الله لا ان تضحك ولا تتبسم. بعد ذلك يبطل الصلاة اذا زاد فيها شيئا ليس من جنسها. متعمدا. زاد فيها رقوعا. زاد فيها سجودا. زاد فيها قياما. زاد فيها قعودا. زاد فيها ركعة من غير يعني وهو عامد فانها تبطل الصلاة. وتبطل الصلاة ايضا بمسابقة الامام عمدا. وهذه مشكل. يعني اوضاع الصلاة اربع. مسابقة. وموافقة. ومتابعة وتخلف. وكلها منهية عنها. المسابقة منهية عنها. وهو ان تسبق الامام في الرقوع والسجود او الحركة. والموافقة منهية عنها. ان تأتي بالحركة معه. يعني يكبر وانتمعها بالضبط. والتخلف منهية عنه. انه يكبر ويرفع عادك ساجد. ويركع خالفك. والمن يؤمر به المتابعة. اذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا وقعد فتعودوا. هكذا. انما تأتي بالحركة على غير هذه الوضع. هذا يعتبر مخالف. اما اذا تسبقت الامام عمدا بطلة الصلاة. هو بعد الامام راكع. واقف هكذا. واستكابل تسمع يكبر قلت الله اكبر قبله. الصلاة باطلة. اما والاكل والشرف نعم. الاكل والشرف من مبطلات الصلاة. ولو شيئا يسيرا. فرض واحد تلاهم وهو قاعد في المسجد ودخلته في جيبه عين بصبص. فطلع عبا وكلها. هذا اكل. ما ينبغي لك ان تأكل ولا ان تشرف في الصلاة. لانه مفسد للصلاة. طيب كيف يصل المريض? هذه صلاة المتعافية. اما المريض فانه يجب عليه ان يتطهر بالماء فيتوضى من الحدث الاصغر ويغتسل من الحدث الاكبر. فان كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه او خوفه من استعمال الماء فانه يتيمم. وبعد ذلك ان لم يستطع ان يتطهر بنفسه فانه يوضئه او يممه شخص اخر. هنا الشيخ يجعل المسح راضح ان الوجه اولا ثم الكفين بالتيمم. يقول الكفية ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض. هذا هو الكفية صحيحة والاية الكريمة هكذا. وان كنتم مرضى وعلى سفري ولم تجدوا ماء فكيمموا. صعيدا طيفا امسحوا بوجوهكم واحدة. الترتيب جاء في الاية ايضا. الدليل واضح ما في اشكال به. بعد ذلك اذا كان في بعض اعضاء الطهارة مرضا او جرحا لا يستطيع ان يغسله فانه يتوضى لبقية الاعضاء ويتامم للعضو الذي لم يصله الماء. اذا كان في بعض اعضائه كسر مسدود بخرقة او جبس فانه يمسح عليه وياخذ حكمه حكم الجبيرة. ويجوز التيمم له بالتراب الذي يؤثر له في صحن اذا لم يجد لم يكن عنده تراب على الارض. بعد ذلك اذا تيمم لصلاة وبقية على طهارته الى الصلاة الاخرى صلى بالتيمم الاول. وهذا موضوع خلاف بين اهل العلم. بعضهم لانه مبني على كونس التيمم مبيح او رافع. فالذين قالوا ان التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث قالوا لكل صلاة تيمم. والذين قالوا ان التيمم رافع للحدث. لانه يقوم مقام الاصلي وهو الوضوء قالوا انه يصح له ان يصل الصلاة الثانية اذا بقي على طهارة بالتيمم الذي صلى به الاولى وهو ما يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين. ثم بعد ذلك يجب ان يصلي المريض بثياب طهرة فان كانت ثيابه نجزة وجب غسلها فان لم يستطع صلى بحالته التي عليها ثيابه وصلاته صحيحة. يجب عليه ان يصلي على شيء طاهر فان لم يجد وكان المكان الذي يصلي عليه هو السليب نجز وجب عليه عسلة او ان الامر قائم على اليسري ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها من عجل العجز عن الطهارة او العجز عن الوضوء او العجز عن التيمم كما يصنع بعض الناس اذا مرض خاصة يلسوا لعملية. يجلس اسبوع ما يصلي ايش بيت? قال والله ايش يصلي? كيف ثيابه نجزة? بطني مفتوح. طيب افرد نكبت. في هذا المرض. وانتالك للصلاة. لا اله الا الله. يا اخي صل على اي هيئة وعلى اي كيفية باي وضع ان تستطيعه. اما تترك الصلاة بحجة انك يرطاهرة او انك يرطاهرة او ان وجيك ماهو الى القبلة او انك ما تستطيع هذا لا عذر لك. اما كيف? فيصلي الفريضة قائما. ولو كان منحني اذا كان ما يستطيع. او يعتمد على عصى او يعتمد على جدر اذا كان مريض. اذا لم يستطيع القيام صلى جالسا. والافضل ان يكون متربعا. واذا كان لا يستطيع الصلاة جالسا. صلى على جنبه. متجها الى القبلة. والجنب الايمن افضل. فان لم يتبكى من التوجه الى القبلة صلى حيث كان اتجاهه. وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه. اذا لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره. الرجلاه الى القبلة. والافضل ان يرفع رأسه قليلا ليتجع الى القبلة. يعني يرفع له بمخدة او بالسريف. فان لم يستطع ان تكون بجناء الى القبلة صلى حيث كانت ولا اعادة عليه. اذا لم يستطع ان يصلي وهو مستلقيا صلى بالايماء برأسه ويشير بعينه فيغمض قليلا في الركوع ويغمض تغميضا اكثر في السجود. يعني الركوع هكذا. الله اكبر. ثم يرفع. السجود الله اكبر. ويطول شوية ليفرق بين الركوع والسجود. اما الاشارة بالاصبع كما يصنع بعض الناس فلا دليل عليها ولا اصل لها. بعضهم يقول صلب اصبعك كده. يعني خل اصبعك مكانك. فاذا ركعت اركع كده. واذا تجد اسجد كده. هذا لا دليل له ولا اصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لن يستطيع ان يشير لا برأسه ولا بعينه ولا باي ايماء قال العلماء فيومئ بقلبه. بقلبه بس. حتى. ولا محدة ولا شيء. هذا حق محدة على يديك. لا لا بعض الناس حق محدة يقول باكدة كأنها بدل عن الارض. لا تومئ بقلبك وتكبر تكبيرة الاحرام بقلبك. وتقرأ الفاتحة وتنوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبك. ولكل مرئ ما نوى واتقوا الله ما استطعتم ويصل المريض كل صلاة في وقتها ويفعل على ما يقدر فان شك عليه فعل كل صلاة في وقتها فله ان يجمع بين الظهر والعصر وان يجمع بين المغرب والعشاء اما جمع تقديم او جمع تاخير اي نعم اما الفجر فلا تجمع وانما تصلى لوقتها واذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده جاز له ان يقصر الصلاة الرباعية فيصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين حتى يعود الى بلده وينتفي عنه حكم الشفر هذا ما نسأل الله عز وجل ان يوفقنا وإياكم اليه ولكن هناك شيء بسيط اضيفه وهو كيف يصلي المسلم صلاة الجنازة صلاة الجنازة هذه مهمة جدا لان كثيرا من الناس لا يعرفها ولا يدري عنها ولعل من المفيد ان نذكر كيف تجهز الجنازة على سبيل الاختصار اولا اذا توقن موت الانسان فانه اولا يلقى لشهاده ثم اذا مات تغمض عينه ويشد لحية حتى لا يبعد فاغر هكذا وانما يبصل وتغمض عينه لان اذا خرجت الروح تبعتها البصر ثم عند تقسيله تستر عورته لا تكسب عورته مهما كان ثم يرفع قليلا من عند ظهره ويعصر بطنه عصرا بسيطا ليخرج منه ما هو جاهل للخروج ثم يلف الذي يغسل على يده خرقة او يلبس بسوس ثم ينجيه من غير ينظر الى عورته يحط ستر على عورته وينجيه كما ينجيه للصلاة بيده ثم يغسل شقة الايمن كاملا ثم شقة الايسر كاملا ثم يغسله مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم ان خرج شيئا غسله ويسد محل الخروج بقطن فان لم يستمسك فبطين حر او بوسائل الطب الحديثة اذا كان عنده يعني اسفال كاللزقة او غير ذلك فان لم ينقيه خسله بثلاثٍ او خمسٍ او سبعٍ ثم ينشفه ويغسل كامل جزده وان طيبه كله بحسن ويجمر الاكفال يبخرها وان كان شاربه او اظافره طويلة اخذ منها ولا يسرح شعره والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ولا يخذ من عانته شيء اذا كان شعر شاربه او اظافره طويلة فتقصر واما العانه لا تحلق لانها تؤدي الى كشف العورة ثم يكفل الميت وكيفية التكفين للرجل كيفية وللمرأة كيفية الرجل يكفل في ثلاثة اذواب يدرج فيها ادراجا يعني توخذ ثلاثة اذواب ثلاث قطع مثل هذه الثلاثة الورق نعم ما اخذ من شاربه ومن يديه يجعل معه من اظافره يجعل معه في كفنه ويدرج توخذ ثلاثة اذواب طويلة اطول من الانسان وتوضع بعضها فوق بعض هكذا ثم يؤتى بالذكر الرجل الميت ويوضع هكذا ثم يترك من عند رأسه اطول مما عند رجليه يترك من عند رأسه ذراعي مثلا وعند رجله دراع من القماش ثم يطبق الطبقة الاولى عليه هكذا من الشد الايمى وترد عليه من الشد الايسر اصبح مزفوف في الاولة ثم تلف عليه الثانية مذل ثم تلف من الجهة الثانية ثم تلف عليه الثالثة مذل ثم تلف من الجهة الثالثة هذا اسمه التكفين ثم يربط من عند رأسه ويربط من عند يديه ويربط من وسطه ويربط من عند رخبتيه ويربط من عند قدمه من بعد قدمه ثم يرجع ما بقي من عند رأسه على وجهه هذا هو التكفين وتكفن المرأة في خمسة اثواب لفافتين مثل لفافة الرجل ثلاثة ثنتين واجار تلوزر به المرأة وقميص يفتع من عند وجهها ويزدل على بطنها وعلى ظهرها وخمار مثل الغترة قطعة قماش تربع مثل الغترة هذه وتضرب على رأسها ثم تربط من عند رقبتها وايضا يكفن الصبي الصغير في ثوب واحد او في ثلاثة والصغير في قميص ولفافتين واحق الناس بغسل الميهة وصية الذي يوصيبه ثم الاب ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من العصبات والاولى بغسل المرأة وصية ثم الام ثم الجدة ثم الاقرب فالاقرب من النساء وللزوج ان يغسل زوجته وللزوجة ان تغسل زوجها ولكن الاولى ان يغسل الرجل الرجال فان وجد رجل بين النساء كلهم نساء وليس فيهم حتى مرأة تغسل مرأة اذا ما فيه مرأة لا يغسلونها النساء يممونه واذا وجدت امرأة مع رجال وليس منهم زوجها ان كان زوجها موجود يغسلها ايا زوجها ماه موجود وما في الا اقارب ابوها او اخوها او امها او ولدها او اي واحد فإنها لا تغسل وإنما تيمم ولا يتولى غسلها رجل لأنه يؤدي إلى كشف عورتها بعد ذلك صفة الصلاة على الميت يكبر تكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ويقول اللهم اغفر لحينا وبيتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له يعني لهذا الميت وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه هذه كل الأدعية جاءت وثبثت وأثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يكبر التكبير الرابعة ولا يقول بعدها شيء ما في شيء بعدها إنما يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وعند التكبير طبعا يرفع يديه مع كل تكبيره وإذا كانت الميتة مره فليقول اللهم اغفر لها وإذا كان فرط صغير طفل يعني فإنه يدعو ويقول اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا لهم مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقهي برحمتك عذاب الجحيم هذه الكيفية الشرعية بصلاة الجنازة أسأل الله الذي لا إله إلاه أن يحسن منقلبنا وإياكم وأن يحيينا وإياكم على الإسلام وأن يميتنا وإياكم على الإيمان إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وفي سؤال يقول هذا مهم جدا أذكره لأنه فيه مهم فيه يعني فائدة وهو يقول أنني عندي زواج في نهاية هذا الأسبوع وأرغب منك أن يعني تحضر ليكون الزواج الزواج يعني إن شاء الله طيب ومبارك وديني وما فيه يعني معاصي ولا منكرات وأنا ذكرني عنوانك جزيلا الله خير أنا أعتذر طبعا لأنني ما أستطيع أن أأتي نظرا لسفري إلى الرياض ولكني أقول لك اذهب إلى بعض الإخوة وليس بالضرورة أن يكون شخصا بعينه وإنما بإمكانك أن تدعي طالب علم ويكون معه كتاب من كتب ابن القيم أو كتاب الكبائر أو أي كتاب وإذا لم تجد فبإمكانك أن تختار شريط من أشريطة المفيدة وتشغل المكرافون وتخط الشريط في الجهاز حتى يسمع الناس ويذكرون الله عز وجل وأذكر لكم حدثا وقع في الأسبوع الماضي في بلاد زهران في منطقة الأطاولة بين الأطاولة والمندق أقيم زواج هناك لأحد إخواننا في الله وأقامه بطريقة نادرة نسأل الله أن يبارك له في زواجه طريقة يعني عجيبة جدا عزم مجموعة من طلبة العلم والعلماء والمشائر عزم الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ الدكتور محمد بن سعيد القحطاني والشيخ عايض بن عبد الله القرني والشيخ عبد الرحمن العشماوي والشائر ناصر الزهراني وأنا أخوكم لحضور حفل الزواج وضمن هذه الأسماء في الدعوة وقال أبغى الزواج يكون يعني ندوة إسلام ودين وعلم وجاء الناس ويقولوا لي إنه وجه الدعوة لألف وخمسمائة رجل لكن الذين حضروا ثلاثة علاف رجل الذين حضروا الحفل بارك الله له في زواجه وعشاهم كلهم لأنه أكسب عليهم بالله قال والله ما أسمح لواحد يخرج إلا قلت عشا وقلت أنا إيش يعشي ذولي أنا اختلعت لأنه إذا كانت عندي عشر خمسة رجال بأختلع منهم فكيف ثلاثة علاف رجال لكن الله بارك في طعامه ذبح خمسين خروفا وحذر الطعام في مئة وخمسين صحن وأقام الناس كلهم على دفرتين وقاموا والطعام بادي والحمد لله لأنه قال ما أحد يجي لهذه الندوة ويخرج طاول لأن الحفل طال بدأ الحفل بعد صلاة المغرب ابتدأ بأن قسم البرنامج إلى قسمين البرنامج الأول ندوة مستركة اشترك فيها عائد القرني والدفتور القحطاني وأنا وكانت الندوة بالأول تكلم الدفتور محمد القحطاني عن المعوقات والعقبات في طريق الزواج لمدة نصف ساعة ثم تكلمت أنا لمدة ساعة إلا ربع عن الوسائل الشرعية التي يحافظ بها على بناء الزواج ثم تكلم الشيخ القرني بعدها لمدة نصف ساعة عن الآثار التي يتترتب على نجاح الزواج في الدنيا وفي الجنة في الآخرة ثم بعد ذلك أجيب على الأسئلة ثم صلينا العشاء وبعد الصلاة قدم العشاء وبعد العشاء رجعنا في الساعة 11 وقامت أمسية شعرية اشترك بيها ثلاثة سعراء الشعر الأول المعروف عبد الرحمن العجماوي ألقى قصيدة رائعة بعنوان من مشاهد يوم القيامة وهذه القصيدة نقل الناس فيها إلى أنهم كأنهم يعيشون في عرصات القيامة بالآية والحديث والقصيد الثاني ألقى شيخ عائد القرني عن الحداثة والحداثيون الذين ينادون بالتحرر ورفض الدين والإيمان هؤلاء الخبثاء ثم ألقى الشاعر ناصر الزهراني وهو أخو المتزوج طالب في جامعة أم القراء وشاعر يعني عظيم ألقى ثلاث قصائد من ضمنها في الأخير قصيدة بلسان حداثي يعني قال قصيدتي هذه أنا حداثي من هذول الحدثاء وجاء قصيدة لصك فيها الحداثيون بالتراب وطي والشريط موجود في السوق الآن في المكتبات اسمه الأفراح الإيماني فنقول لإخواننا الذين عندهم أفراح وزواج أقيموا زواجكم على مثل هذا ادعوا طلبة العلم والعلماء واذكروا الله وابدأوا حياتكم بطاعة الله لأنكم إذا أسستوا الزواج على دين هبت وإذا أسس الزواج من أول على معاصي وعلى منكرات وعلى تبرج وعلى شرعة وعلى منصات وعلى تصوير وعلى فيديو وعلى طبون وعلى والعياد بالله فساد فشل الزواج بالدنيا وفشل بالآخرة إنه من العيب عليك يا أخي أن تدفع خمسة آلاف أو عشرة آلاف لمطبل أو مطبلة وأنت تعرف أن إخوانك المجاهدين في الأفغان يموتون من الجوع والله لك أفضل مليون مرة أن ترثل الخمسة آلاف للإخوان المجاهدين يشترون بها طعاما يجاهدون به بسبيل الله ولا تدفعها المطبل تكون عليك هذه الخمسة آلاف لعنة في الدنيا والآخرة الشريط الآن في السوق موجود اسمه الأفراح الإيمانية ونقول أقيم الزواج على مثل هذا لأن الله يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفاء جرف هار فانهار به في نار جهنم هل هذا مثل هذا لا نعرف كثيرا من الزيجات فشلت من ليلة الزواج وفشلت بعد أسبوع رغم أنهم أقاموا لها بهرج عظيم بعضهم ما يقيم حتى في بيته يقيم في قصر الأفراح إيش قصر الأفراح قصر الحزن قصر المعصية قصر الشوم قصر التصوير قصر الطبل واللعب قصر دخول المنكرات والفضائح والعياذ بالله وبعضهم يسويها في الفنادق الضخمة يحجزن البندق كله ويدفع خمسين ستين مائة ألف ريال وبعدين ما تغلق البنت أسبوع لكن فشلة وطلقها ورماها وأفلح منها ليش؟ لأنها أسس البنيان على غير ذوان الله عز وجل بارك الله لي ولكم ونفع عن الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فباد الأخ الكريم بإسمع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف فلعل الله أي ينفع به والدال على الخير كفاعله مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام